السلام عليكم خوتي إن شاء الله تكونوا بخير إن شاء الله الصحة تكونوا بس تجور في قناتكم سبورالا ديزا دمعا قادي مرحبا بكم خوتي وبرك الله فيكم على الدعم لنضبن القناة جديد وقلوله أهلا وسهلا وبرك الله فيك على الثقالاتي تانا واللي راي تفرج فينا جديد بطبيعة الحال قلوله أهلا وسهلا وماذا بينا تشارك معنا في القناة إذا عجبك المحتوى بطبيعة الحال الروح الموضوع حلقة اليوم خوتي هو علي بالشيخ وربعة تاعه وعلاقتهم بما يجري للعبين من مشاكل بلك أغلب الجمهور الرياضي شاهد أن هذه الحصة أو هؤلاء كل ما يتكلموا على شخصية رياضية أو لعب جزائري يسرى له مشاكل يسرى له مشاكل سواء تكلموا عليه بالمليه سواء تكلموا عليه بالخائب نبدأ بقضية فوزي غولان نرجع لقضية فوزي غولان هذا اللاعب اللي حاربوه بمشتة مختلف الطرق خاصة خاصة لما وصلوا وتهموا وتهموا العائلة تهم أنهم عندهم مصالح وكذا 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 وشفنا الامتيازات رمجوا في امتيازات رمجوا على بدران رمجوا كذا رمجوا كذا بعد مرور فترة قصيرة إصابة من أخطر ما يكل ربما من القلاع اللاعبين يسرى له إصابة مثل إصابة غولان ثم اللجوع من الإصابة ثم كذلك بعد مباراة مبارتين ترجع له الإصابة بمضاعفات أخطر لولا إرادة الله عز وجل وإرادة فوزي غولان بالشفاء والصبر على كل ما جاء كما نقوله على كل مصرة من إصابة مخلفاتها ثم المجيء احتياب ثم مشيكله الأخيرة مع كارتوزو وغيرها من الأمور الكثيرة لولا كونجا لعب كما نقوله ضعيف الشخصية ربما ينهي مشوار كراوي التاعه وهذه مشعة معرفنا أخاتي صدفة لكن صدفة يعني صدفة غريبة ما فهمنا أولو ما فهمنا أولو أسكو عين أسكو صدفة أسكو حاجة الله أعلم نحن في مختصر مفيد نحن نقوله المكتوب قدر ربي قدر الله ما شاء أفاعل هذه حاجة أذنين نروحوا إسلام اسليماني وإسلام اسليماني حاجة فيه مليحة أنه يجاوبهم يجاوبهم ويرد عليهم النورمال يرد عليهم عادي ما يخليهم شويني لكم لهذا نصلنا تسيبهم يهدروا عليه لكن نوع منه التهكم نوع منه الحقرة إضافة إلى هذا يهدروا على إسلام اسليماني إسلام اسليماني منذ انتقاله من سبورت انجليش بولا وهو في مشاكل شراته ليستر سيتي مشاكل راح الموناكو تقلق نحن قلنا صاي رجع إسلام اسليماني ورجع صاي وفرحنا وكذا جاء مدرب قاعدها في البنك عاود رجع ليستر سيتي ومصابوا لهش الفريق والتفاوضات وكذا وكذا كما نقوله عروض مغرية من الخالج من الصين وغيرها من الأمور المشكل المهم في مشاكل دائما زيد هضروا على عطال ونسبة لنفسهم أنه من مكتشفينه هم اللي يكتشفوا عطال وخاصة بعد كأس إفريقيا يقول فلا86 مرى عطال وعطال يدها أحسن لائب عطال كذا وعطال هما بيهم اللاعب المغترب عطال من ذلك الكأس إفريقيا هو إصابة مرى إصابة 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 مرى إصابة 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 إحتكر هناك الإصابة زيد هشان بوداوي قال لك احنا اكتشفناه وموهبة وعندو ويبان وكذا وكذا ويزيد بوحني يقوله قلت عليها أو لا قلت عليها يلعب وكذا 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 عشان جابها في الكيان الصهيوني عادي نورمال زيد وهدروا على بزاف أنا اختصرت الموضوع واختصرت الموضوع في هؤلاء ما عرفنا احنا هذه الصدفة ولا عرفناها مش عارف احنا عين ويقول لك العين الحق ما عرفناها الله أعلم احنا نقول قدر الله ما شاء فاعل في الأخير لكن تشوف هذه الحسة وهذه الافراد لما يتحبثوا على اللاعبين تحسب ما يهضر عليهم من قلبهم تحسب ما يهضر عليهم من قلبهم سبحان الله تقعد حاير قعدت انتبع وسمحوا لي ما درت لي فيديو خاتل اللاوي سينيال وتعالي حقوق البث وحقوق ما علي بالي شيئ لهذه المهم نسمحوا لي ما درت لي فيديو خاتل لكن نحاول نشوف سيغة أخرى بتغيير الصوت أو تغيير لو أعلم تغيير الصوت أو نعملوا موسيقى أو كذا ربما جوز المهم خواتي سمحوا لي حتى إنشاء قناة ثانية احتياطية ربما يبلعوا لي هذه تكون احتياطية ثانية كما نقول واجدة المهم خواتي تشوف أن هذه الحسن ارتبطت بأسماء من اللاعبين فوزي غلام إسلام سليماني يوسف عطان يشان بوداوي والكارثة الكبرى والطامة الكبرى محرز لم يكن نحضر عليهم محرز يعني عائلة منهم الأمرين بن طالب محرز وبن طالب ونحكو عن محرز يعني من اللي انتقل إلى شكوا في انتقاله إلى ماشيستر سيتي شكوا في انتقاله أن بيبا غورديو لا رايحة وسعليه شكوا في الكثير من الأمور بن طالب حاربوه تايدير كذلك تايدير من القطرة اللي هادروا عليها حتى صننا في كندا نورمال صننا في كندا عادي بن طالب كذلك كان يطرتك في توتيناء واحد يقول له يلعب بسويغلاس واحد يقول له يرجع الرول واحد يقول له منا واحد يقول له يريد كرعيه واحد يقول له كذا واحد يقول له كذا جابها في شاكل المشاكل العنصرية كارثة وصيق وخاصة المصيبة محرز حتى فرحاته ومسلك ما منهم فرحاته الحمد لله فرحاتك عادي في الفريقة يلعب أما الفريق المنتخب الوطني أو يعيط له القائمة الموسعة أو يعيط له القائمة الموسعة لكن يجل جد ما يحضر قائمة الموسعة وكذلك أدم الناس أدم الناس وكذلك أدم الناس وقضي لكم البيتخان خالتي البيتخان فقال لها خلاف أسما ما جايش خلج في غلث كما نقول أدم الناس أدم الناس أدم الناس أدم الناس طب أدم الناس في نابول أحتياطي 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 أصاب الكليكة في المكينة معشة كما أخونا محرز في مونشستر سيتي قلت له يلعب ماتش خمسة قائد زاد الإصابات زاد كذا زاد جال فرنسا كذلك عاود في المركات قريب يقعد بلائكيب وشلنا حتى اضهوده مع فئة الشباب يعني تشوف ثقرتكم أسماء كبيرة عدنا نبدأها بغولة إسلام سليماني عطا بوداوي فكرون يا أخي بوداوي بن طالب محرز فرحات وآدم الناس حتى بلائلي بلائلي موهيبة ساطعة موهيبة نافذة موهيبة ربع سنين عاود موهيبة كذا تك 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 باك باك عايتوا لببيو عايتوا مننا كان قريبا يقول بلائيكيف لو لا تدخل بالماضي وقرسله وذنه كان يقول بلائيكيف زيد جمال بالعمري يذلك جمال بالعمري بالعمري خاصة هالي يبين في كاس إفريقيا وقلنا لكم وزاد هالي انتقل أنا كنت نقوكم كنت نقوكم وبالعمري وإحنا ما نقيموش وإحنا ما نديروش وجمال والنورمال يفرض في التشكيلة ويصنعو الفوتى اسبيسي عليه في الاحتياط كنت راجعت تحلم الفيديو راجعت كذا كذا لكن قلت نرى سبحان الله هذا ما يهضر على وعد سواء شكره سواء ذمه دائما يصرر مشاكل دائما يصرر مشاكل يعني قلت خمم قلت صح لو الغلام قلنا مالي عالطال قلنا بلك إصابة مقدرة ومكتوب بلك هو مش كما قال بالماضي ظروف المعيشة اليومية وهذو السؤال نحن نعرف لهم إيشان بوداوي بلك نقول ما عرف ما عرف البوليميك اللي غادي ديرها ما عرف كذا وكذا إسلام مسلماني قلنا بلك الحظ التاع ولا الفيرق ولا السبقة المالية بزيف غالية ولا أدم الناس قلنا بلك الإصابة بلك الفيرق التاع ومخلاش يلعب نابول تاك 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 تايدر قلنا بلك المستوى تاع خفض سوالح بن طالب قلنا بلك ورا سوخشين تاك تاك محرز قلنا بلك ما يسحق شمال شستر سيتي يعني تقريبا كل لاعب المنتخب الوطني وزيد عدلين قديورا وزيد وزيد الله ربي يحفظهم العين هذه حاجة اللون وثانيا يحفظهم الإصابة وثالثا يطيعوا في فيرة تساعدهم على اللعب اللعب وتساعدهم بش يبينوا الموهبات تحهم سواء في الدوريات الخارجية في الدوريات الإفريقية في الدوريات الأوروبية عدنا منافسات وعدنا استحقاقات بلك تقولوا لقادي الدوري الأوروبي ولا الدوري الخليجي ولا كذا كذا الموهب غارق اللعب ومن بعد توظيف جمال بالماضي هو الأهم توظيف جمال بالماضي هو الأهم لا يهم أين تلعب الموهب يكون عندك الجانب البدني وعندك الموهبة الجانب المدني أو الموهبة وعندك كذلك احترافية وكذلك كذلك منسوش الانضباط التكتيكي داخل الملعب المدرب يحتاج منك هذا الصوالح أولا احترافية الانضباط التكتيكي داخل الملعب وعندك الموهبة هذه حاجة ضارة خاصة الهجوم وكذا وكذا وعندك الجانب البدني الجانب المدني عندك محذر بدني الجانب الفني والتقنية اختصاص المدرب الجانب المهاري موهبة عن سيد ربي لهذا هذه الأمور يحتاجها المدرب إن شاء الله بربي يرجعوا للفرق ويرجعوا أساسيين ويشرفون كما رأى مشرفين والسلام عليكم خاطر